الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في المقطع دعي زين نرد على واحد اسمه محمد مصطفى عبدالقادر من جماعة انصارة سنة المحمدية المركز العام فالزول دعي اخوانا معروب بيسبو للصحابة رضي الله عنهم عنده مقطع شين يعني وقبيح فالناس كله يا اخوانا انا حاسمع المقطع ده عشان تحكم بنفسها الزول ده لانو عمله اللقاء مع واحد اسمه حسن تسريحة زول ممثل شاقي شعره محمد مصطفى عبدالقادر ده عمل معه اللقاء وقال الزول ده حبيبي وجاء في تعقيب الجمعة فشبه الزول ده يا اخوانا بالصحابي عبدالله الملقب بحمار فياخوانا نشوف تشبيه محمد مصطفى عبدالقادر بالصحابي حمار رضي الله عنه نسمع المقطع ونرد عليه اعتبروا ذا تسريحة الدليل ان رجلا يقال له حمار يقال له حمار كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم الرسول يضحك من كلام اعتبروا ذا تسريحة يا وش اعتبروا ذا تسريحة يا وش اعتبروا ذا تسريحة يا وش ده ما خزنا منك اتزوا المخزول بالصبى الصحابة رضي الله عنهم والصحابة رضي الله عنهم الله سبحانه وتعالى زكام والنبي صلى الله عليه وسلم زكام فالله سبحانه وتعالى قال والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه والله سبحانه وتعالى يقول للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم خلوا بيوتهم واموالهم والدنيا كله من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقشح نفسه فأولئك هم المفلحون فديل الصحابة تي تشبيهم بيناس زي ديل تي تشبيهم بيناس ممثلين التزول ما عندك عقل التزول ما عندك ايمان ما عندك عقيدة اصلا انت مشهور بيسبك للصحابة وقبل كده سبيت الصحابة انت مشكلتك شنو معك صحابة الصحابة ديل عملوا لك شنو انت شان تسبهم المسلمين دل كلهم بيحبوا الصحابة رضي الله عنهم شاكيد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا اصحابي والذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهب ما بلق مد صحابي ولا نصيفه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا ذكر اصحابي فامسكوه الصحابة ديل خلوا بيوتهم الصحابة رضي الله عنهم خلوا اولادهم وخلوا اموالهم من اجل الدين من اجل الدين الله سبحانه وتعالى قال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فكانوا ما دائر دنيا ولا دائر اي حاجة من عرض الدنيا الزائل انت تتكلم فوقهم وتضعهم فوقهم وتشبهم بالصاغطين بالممثلين فكلامك دا كلام زون مخزول انت مخزول فكلامك دا كلام باطل وكلام لا يعقل فالله سبحانه وتعالى ذكر فضل الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضل الصحابة لكن انت الشيخ الفوزان قال يا اما انك جاهل يا اما انك شيعي فانت واحد من الاثنين يا اما انك جاهل يا اما انك شيعي لان المقطع بتاعك دا يدول على جهلك ولا يدول على انك انت شيعي ولا انت زون مخزول وانت اصلا زون مخزول فجزاكم الله خير وبارك الله فيكم